السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله اما السؤال الثالث لطرح الشريف اللي معك هو ان الميت اذا دخل الى المقبرة اذا تقرأ عليك كلام الله القرآن الكريم هو المفروض اذا دخلنا المقبرة اننا نقول الدعاء المأتور سلام عليكم اهل قوم مؤمنين انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم ملاحقون اللهم لا تفتن بعدهم ولا تحرمنا اجرهم واغفر لنا ولهم غدا الجمعة الناس بزاف كمشي يزور العائلة والاحباب هذا اقرأ من باب الاعراف والتقاليد وإلا فان الرحمات والدعوات والصدقات تصل الى الميت وخد كنت في منطقة بعيدة وكتصلي والزيارة ينتفع بها الحي لان الحي يعتبر من المقبرة وقلبك يعمر بالله وقعد يعرف حق الموت وقالوا بعض العلماء ان الميت يستأنس بزيارة اهله جاء في بعض الاحاديث ويضعفها ان الميت يستأنس بزيارة اهله ملكة زور العائلة ميتين كيف فرحوا بك احنا مطالبين نقول الدعاء الاول ديال الدخول مقبرة سلام عليكم اهل قوم المؤمنين انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تفتن بعدهم ولا تحرمنا اجرهم واغفر لنا ولهم اما قراءة القرآن الكريم الوارد في السنة النبوية الشريفة قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم اقرأوا ياسين على موتاكم فالعلماء قالوا المقصود بها ان الانسان عند الاحتضار لا يحتضارك يكون كله عنده شاق لان خروج الروح وكتبدأ خارج من الاصابع غاديا الركابي وغاديا السراو تصل للصدر واطلع العلق كتحل تمكت تحل الروح اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون حتى اذا بلغت التراقية وقيل من راقم وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئين المصاق هاد اللحظة هذي هي شاقة وصعبة حتى على الصالحين الروح كتخرج من الصباح وكتم غاديا في الركابي وغاديا السراو وغاديا الصدر وكتوصل للحنجورة وكتوحل تمك وكل ما كتبغيش تخرج للروح كيبقاتل ما كيتتعدب ايام وليالي الناس كدوا ليشوية العسل الناس كيلقنوا الشهادة هو كيتعدب هنا باش نسهلوا عليه خروج الروح قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم كان قول سورة ياسين الى الناس لقوله تعالى سلام قول من رب الرحيم سلام قول من رب الرحيم كان قنكرها سلام قول من رب الرحيم ومر مرة كان قوله تعالى يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ ارُجَعِي الى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّةِي يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ كان قرأوها ونعودها باش الروح تخرج وكان قول له قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله والميت كي سمع أو المحتضر كالك يشير بالأسبوع دياله كالك يشير بكذا احنا كان قوله لي في ودنه باش يعود كررها قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله داخل الجنة داخل الجنة على ما كان عليه من عمل داخل الجنة برحمة الله تعالى ودك يقل لمن أحب من عباده يتبت الله الذين آمنوا بالقول التابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويرض الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء كيتبت الله المؤمن باش يقول كلمة لا إله إلا الله واللي كانت يكررها وكي اعتقد بها قيد حياته في صحته وعافيته كي يسأل أنها تخرج عند الروح هذه اللحظة كنقرأ لسورة ياسين هنا العلماء متفقين أن قراءة ياسين على الميت عند الاحتضار لكن العلماء اختلفوا في قراءة القرآن على الميت بعد أن مات ها هو مات مش نقدرنا الزيارة وادخلنا واش نقرأ لليه القرآن الكريم أم لا بعض العلماء قال لك لا يجوز ما هو دليلهم يقول لك لأن القرآن العظيم هو نزل للأحياء وفيه أوامر وفيه نواهي من لغا يقول يقرأ القرآن الكريم ودوز على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمهة فسوى ذكر الله وادخل سيد رمى ميت لن يستجيب لأنه توفى يقول لك هذا أمر من ليقول لك ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة هذا نهي هو غير مطالب بالتكليف لا نهي عليه من لي يقول مثلا قوله تعالى آيات كثيرة في أوامر ونواهي فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم يقول لك هذا تأمل دعوة من الله التأمل هذه درامات سالة سالة القرآن الكريم فيه أوامر وفيه نواهي ونخاطه بها الميت هو وانتهى سالة المهمة ديالو ديالتكليف سالة قليغة الجزاء كان العلماء قال لك لا يجوز أن نقرأ القرآن العظيم على الميت في القبر لكن علماء آخرين قال لك لا يسيري القرآن الكريم مش مجرد فقط أوامر ونواهي وتعليمات القرآن الكريم بركات القرآن الكريم رحمات القرآن الكريم نفحات فنحن لما نقرأ كلام الله عز وجل خصوصا بعض الصور المخصوصة اللي فيها أجر وتواب منها سورة ياسين لأن ياسين هي قلب القرآن ولكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين حتى أن بعض الصلحة يقول لك اللي عنده قلب قاسي في الدين يقرأ ياسين وربي لي للقلب ويجعل قلبك سليم يقرأ سورة النور على شك يقول لنا القبور هي مظلمة مظلمة فنوروها بقرأ أسوأ النور فيقرأ أسوأ النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور نور على نور كم قنكر كلمة النور باشدك القبور المظلم يعود فيه الأنوار الربانية نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم كي قصوة الواقعة الواقعة هي فيها فيها الرحمة وفيها الغنى اللي كي قرأها عمره متخص لأن حتى ذك اللي في قبره محتاج إلى المزيد كي قل هل من مزيد هل من مزيد الواقعة كتقر على الحي الله كيعطيه المال والميت في قبره يضاعف الله له الحسنات فكل هذه الآيات هي كلها مباركة والبقارة هي تقرأ في البيت الذي لا يقربه البطارة وكل أخير وكله أخير وكلام الله نستأنس بكلام الله لما نقرأ القرآن الكريم في أي مجلس تحفه الملائكة مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتضاروس من بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذاكرهم الله في من عنده ففارق من العلماء قالك لما نقرأ القرآن الكريم هو نزل الأحياء ليس للأموت وضلالة والبعض الآخر قالك لا القرآن الكريم هو رحمة ونور وانت لك الخيار انت لك الخيار اللي هو عيب وكان يبغيون نوصع به الناس هو أنه في المقبرة كيتلقوا الفارقان هذا كي آمن وكي يعتقد بهذا المنطق والأخير بالمنطق الثاني وكيتشدوا يا محضرنا في المقبرة وكيتشدوا واحد الجوش يقولي هذي رابدعة وضلالة كي يقولي البيدعة هو أنت هذا كلام الله كلام الله وكيتلقوا بجوجهم أمام هذه البدعة الكبرى هي من لكي يعود الضجيج وكي يعود النقد وكي يعود العتاب وكي يعود رفع الصوت في المقبرة هذا كي هو الضلال بعينه إنسان من اللي غد يمشي المقبرة يلقى هذي الناس اللي كيدلوا هذي كي يسكتوا 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 معهم لقى الناس كي يقرأوا قرآن الكريم يقرأ معهم ولكن ليحضر أنه يدخل معهم في العراق هذا كي يقول كلام ولأخر كلام لأخر كي ينتقض بعضياتهم وكي تشدوا هنا إفساد وإزعاج لهؤلاء الموتع الله يرحم الجميع بالنبي الشفيع السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة